أهلا بك عدنان أبدأ معك بهذه المرحلة التي أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي وقال بأنها مرحلة جديدة ما هي تفاصيلها؟ مرحبا حسام إن كنت تحدث عن الخطة التي تم الإعلان عنها لوسال الإعلام الإسرائيلية عن وزير الأمن وقاف جلانت حول مستقبل قطاع غزة واليوم التالي الذي سوف يبدو عليه القطاع فإن جلانت عرض خطته على وسال الإعلام الإسرائيلية وهذه الخطة تتضمن الآتي إسرائيل لن تتدخل مدنيا في داخل قطاع غزة بل سوف تتولى إدارة شؤون القطاع من الناحية الأمنية أي أن هناك قوة إسرائيلية سوف تتدخل في أي وقت تريده عسكريا في داخل القطاع الشؤون الأمنية سوف يتم إسنادها إلى جهات فلسطينية توصف بأنها لن تكون معادية لإسرائيل أيضا تم توصيف المرحلة القادمة بأنه سوف يكون هناك مربع مدني يحكم قطاع غزة وهذا المربع المدني يتكون من كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وبعض البلدان العربية إسرائيل سوف تتولى الشؤون الأمنية في داخل قطاع غزة والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والعربية سوف تتولى عملية إعادة الأعمار التي تصل تكليفتها بحسب التقديرات التي تم الإعلان عنها إلى نحو 50 مليار دولار وتستارق ما بين 7 إلى 10 سنوات وأيضا سوف يتم التحكم بمحور في لدلفيا وهو محور صلاح الدين بالتنسيق بين كل من مصر وأسرائيل لحيلولة دون تهريب الأسلحة من سيناء إلى داخل قطاع غزة حيث ستقوم إسرائيل بالاعتماد على بعض التقنيات لمراقبة هذا المحور وأيضا فيما يتعلق بإدارة الشؤون المدنية في داخل القطاع كما ذكرت سوف يتم إسنادها إلى جهات فلسطينية غير معادية لإسرائيل تتولى توزيع المساعدات وهذه الجهات سوف تكون من رؤساء بلديات بحسب ما تم الإعلان عنه أو ربما منظمات مدنية بشرط أن توافق الشاباك على الأسماء التي سوف تتولى هذه المسؤولية أما فيما يتعلق بضبط الأمن من الشرطة في داخل قطاع غزة هذه النقطة بالتحديد لم يتم التوصل حولها إلى أي رؤية مستقبلية ويتم بحثها خلال المرحلة المقبلة الخطة التي أعلنها يؤاف جلنت يتم عرضها على كابينة الحرب الإسرائيلية لأخذ الموافقة حولها وتسعى إسرائيل قبيل زيارة بلينكين إلى التوصل إلى رؤية واضحة بين أعضاء كابينة الحرب حول اليوم التالي لمستقبل قطاع غزة لأن وزير الخارجية الأمريكية أنطر بلينكين الذي يزور إسرائيل يريد أن يستمع إلى إجابات من المسؤولين الإسرائيليين حول هذه النقطة بالتحديد حول مستقبل قطاع غزة لا سيما بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد اقترحت أن يكون هناك دور للسلطة الفلسطينية في تولي زمام الأمور الأمنية على غرار الضفة الغربية لكن إسرائيل رفضت هذا المقترح الأمريكي وقالت بأنه لن يكون هناك أي دور للسلطة في إدارة قطاع غزة وبالتالي هي نقطة خلافية بين الطرفين هناك أيضا بعض القضايا الأخرى التي من المرتقب أن يناقشها بلينكين مع المسؤولين الإسرائيليين في هذه الزيارة وهي الانتقال إلى المرحلة التالية من العمليات العسكرية إضافة إلى توترات الأوضاع في الضفة الغربية والاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين هناك وأيضا حجز إسرائيل لأموال المقاصة وعدم دفعها للسلطة الفلسطينية وهناك خشية من الولايات المتحدة الأمريكية أو خشية في الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهار السلطة الفلسطينية جراء عدم تمكنها من دفع رواتب الموظفين طبعا إضافة إلى محاولات وسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تهديد الأوضاع في الجبهة الشمالية مع لبنان وعدم توسيع رقعة العمليات العسكرية ترجمة نانسي قنقر